هكذا المتحدث باسم الهلال الأحمر المغربي أن هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة من الزلزال بسبب عورة الطرق مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق كبير وأتى تلك التصريحات بينما تسابق السلطات المغربية الزمن لغادة منكوبية الزلزال ويجري العمل على إطار موازل لسد حاجات مئات الآلاف من المتضررين خاصة في المناطق النائية يذكر أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المغرب منذ عام 2004 وقد حصد ما يقارب 3000 قتيل